موسيقى إنها استراحت ما بعد الغداء في مركز هاربورسايد الصحي في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا وهؤلاء الموظفين يستخدمون جهازا خاصا لاستنشاق دخان الماريجوانا إنهم يملكون بطاقات طبية خاصة بهذا النوع من المخدر تصدرها الدولة وتستند إلى إرشادات الطبيب ما يطفي الشرعية هنا على شراء وبيع واستخدام الماريجوانا هذه لها نكهة أخرى بطعم الجبن الحقيقي الماريجوانا الطبية شرعت في كاليفورنيا بعد تصويت جرى عام 96 ومذلك انتشرت في البلاد المستوصفات التي تبيع هذا النوع من الماريجوانا وعرضتها على الرفوف إلى جانب منتجات أخرى كضمضات القلب وغسول الجسم أنا متطوعة لدعم القرار التسع عشر القرار يسمح لأي كان عمره واحد وعشرين سنة وأكثر بامتلاك الماريجوانا للاستعمال الشخصي ويتيح للأفراد كذلك أن يزرعوها في حضائق ملكياتهم الخاصة وللمدن والولايات ببيعها داخل حدودها لا أعتقد أن تشريع القنبي سيشجع الناس على تدخينه طوال اليوم أكثر من تشريع الكحول الذي يدفع الناس لتناوله طوال النهار داعموا القرار ومن بينهم قضاة ورجال شرطة يعتبرون أن الحظر كان خطوة فاشلة هنا في أوكلند يموت العشرات كل عام بسبب المخدرات وجرائم العصابات وقلق الأساسي هو أن الحظر يقود السلامة العامة بشكل كبير ولا داعي له لكن المعارضين يعتبرون أن القرار من شأنه زيادة نسبة تعاطي الشباب للمخدرات وإطلاق العنان لجنون السائقين وجذب العصابات التي قد تلجأ إلى بيع ماريجوانا كاليفورنيا في السوق السوداء الأمر صاب للغاية بنفس صعوبة تعامل مع الجرائم على الطرقات وهي فكرة سيئة استطلاعات الرأي تشير إلى انقسام في الآراء لكن الأكيد إذا مر القرار فسوف تستفيد كاليفورنيا المتعطشة إلى السيولة من تسرب عائدات ضريبية تصل إلى نصف مليار دولار